هل حملتم السلاح؟ أخذك بالواضحين شنو كانت الدعوة؟ كانت الدعوة للتطوع بأجهزة الأمن يعني أجهزة العسكرية العسكرية راحوا الشيوعين والديمقراطيين ومدنياً نعم وراحوا وطوعوا بس بعدين خرجوا من الأطر التابعة للشرطة والجيش والآخرين إلى خضية الفصائل إحنا ما تخلنا بالفصائل وقال لون هل انضم بعض المدنيين والشيوعيين إلى الحجد الشعبي؟ نضموا إلى الجيش والشرطة والمؤسسات العسكرية للدولة فمن قيل أنه روحوا تشكلوا تظيمات عسكرية قال لون إحنا ليش نشكل تظيمات عسكرية؟ ما شكلتوا لون إذا كنا نفتهم هذا المنطق هذا ما نفتهمه أكو جيش وأكو شرطة وأكو بيها ولكن أيضاً الحجد الشعبي اليوم مؤسسة أمنية خاضعة إلى خائد العام القوات المصالحة ما يرفضون وجود الجيش السلاح خارج الدولة خالكم راضحين هل تعتبر أن سلاح الحجد الشعبي هو سلاح خارج الدولة؟ لا، القانون منتظر بالقائد إذا ينتظم السؤال مهنة إذا كانت الحجد الشعبي ثانياً يعتمر بأمر القائد العام القوات المسلحة أهلا وسلم هذا يكون أحدام وسلسات الدولة عندك شك؟ أهم أنه دائماً ينتظم لأنه شفنا حالات نقول خلال فتاة سنتين لخير أو ثلاثة لخيرة أن يكون قرار مفصل الشعبي هل سيكون لديكم منحج حقيقي لضبط السلاح؟ حتى سلاح العشائر آني أحجي سلاح المقاومة مثلاً كل السلاح أي سلاح لم يكن طبعاً ما نحشي عصابات هذا الموضع الخير، حتى سلاح العشائر أحيي عن سلاح العشائر، سلاح المقاومة، سلاح المتوسط، سلاح المدرس، كل الحالات غير صحية طب ألي حق للمواطن العراقي اليوم أن يقاوم الموجود الأمريكي؟ طبعاً، كيف تقاوم هي أسؤال؟ ما بدأ المقاومة بشغل قام ليش ساعدت عندك دولة والدولة مال تكمل مستعد عدة داخل بتحال باتفاقات معين مع الدولة وانت جزء من هاي الدولة تمو ضد مو ضد تريد تغير زي اكو فصائل ما داخل اخو بالدولة ادي مالخاص ما يسل تسوي تحرج الدولة كيف تقرر يعني هي تريد تقاوم بالسلاح خل تقاوم سياسيا اما في قضية السلاح اما انت ضد الدولة خوش هذا مفهوم اما انت ويا الدولة وقل يعني حليف الدولة وتتحالب بصيغة خارج الدولة هذه تخلق في ارباكات وده نعيش اليوم